التهاطلات المطرية التي شهدتها مدينة تروسو مع ساعات الصباح الأولى أثرت نسبيا على شوارع المدينة لكنها حسب السكان لم تخلف أضوارا تذكر بل كانت تذهرها إيجابيا على حالة الطقس التي عرفت عقب المطر انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة التي تباينت خلال الأيام الماضية في عين الثلاثين والأربعين درجة مع أنها لم تتجاوى 26 مليمتر في روسو فقد دخلت مياه المطر منسابة في بعض المنازل والبيوت في أحياء السطارة وفي ضواحل المدينة شهدت الأحياء والقرى الممتدة على الطريق الرابط بين مدينة يروسو وتيقند هطل كميات أخرى من الأمطار كست الأرض لبوسا خاصا مع حلول السنة الهجرية الجديدة وعقب المطر هبت نسائم خير أضفت لحالة الطقس أفاويح جياشة تنبئ بموسم خريف واعد اشتركوا في القناة